هذه الوثائق التي كشفت مؤخرا تأتي كدليل دامغ وجديد على تعنت قطر وإصرارها على زعزعة أمن المنطقة رغم أنها وقعت رسميا بالالتزام ببنود اتفاق الرياضي 2013 و2014 ووقعت أيضا على أن لدول المجلس حق اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال لم تلتزم الدوحة بالتنفيذ نقض العهد وعدم الالتزام به من المحرمات شرعا فقد قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم شهيدا والتكرار عادة ما يفيد التوكيد أو الإصرار والتعنت وقطر أكدت وكبرت من خلال مخالفاتها اتفاق الرياضي مرتين فهي علاوة على عدم التزامها بوقف دعم الإرهاب وكل ما يزعزع أمن شقيقاتها ترفض الإجراءات السيادية والشرعية التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وذلك ما يتخالف مع ما وقع عليه أمير قطر ضمن الاتفاق أيضا فقد وافقت قطر على أنه في حال عدم التزامها ببنود الاتفاق وألياته فإن لبقية دول المجلس حق اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها وهذا بالتحديد ما جرى مقاطعة أو محاصرة لدولة قطر واتخاذ إجراءات غير قانونية ضد دولة قطر عدم التزام قطر بتعهداتها الدولية يضع مصداقية النظام في مهب الريح فكيف لدول العالم اليوم أن تثق بتواقيع قطر التي نكثت عهودها إلا ما وعدت به الإرهابيين وكيف لأي جهة رسمية أو محلية أو دولية أن تثق بأي وثيقة مذيلة بتوقيع غير ملزم لأمير قطر ويبدو أن التاريخ يحمل في جعبته الكثير فلا تكاد تغيب شمس دليل دامغ على تشرب ودعم قطر للإرهاب حتى بزغ فجر دليل آخر يدين قطر من جديد وما كان العرب يوما ينكثون عهدا شفهيا لأحد فكيف لهم اليوم أن ينكثوه مكتوبا مشهودا وعلى اختلاف النظم الدولية في العالم وفي منحنيات السياسة كافة تدار الشؤون الداخلية والعلاقات الدولية وفق قنوات قانونية ومعاهدات دولية تتقارب وتتفاهم عبرها الحكومات والدول وتلتزم بها وهذا ما جعل من الإجراءات السيادية التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد قطر إجراءات شرعية وسلمية فلا يوجد في السياسة مكان للمتعنتين فللسياسة أحكام وللدبلوماسية مصداقية وللأمراء أقوال وأفعال ولا خير في وعد إذا كان كاذبا ولا خير في قول إذا لم يكن فعله